والتر بواليا النهاردة مهاجم النادي الآلي للأسف اتعرض لكدمة قوية في القدم يعني يمكن ماكملش النهاردة التأسيمة خرج من التأسيمة اللي كان اجراها طبعا مسيماني خد كدمة قوية شوية في الرجل وخرج على اثرها ما قدرش يكمل التأسيمة لكن يعني الفحوص الطبية ان شاء الله تحت الشرف طبعا الدكتور احمد ابو عبلى طبيب الفريق هتحدد ويعني هتشوف هل الاصابة قوية هل يلحق بواليا ان يكون متواجد في مباراة يوم الجمعة اعتقد الكدمة ممكن جدا ما تكونش حاجة صعبة يعني هي بس هو خضع لجلسات علاجية واعتقد الموضوع مش هيبقى صعبا لها يعني اللي بيخاف منه للتواء يعني الكدمة كمان ما بتبقاش خطر قوي انا عارف الحاجات دي بتعالى طول فضل المسلمان انه يخرج يتعالج حط تلج وعمل بعض الجلسات الاستشفائية لكن ان شاء الله يكون بإذن الله متواجد يوم الجمعة